اكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المعظم حافظه الله ورعاه اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المغربية وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين والحرص المستمر على تعزيزها في كافة المجالات جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المعظم هذا اليوم في قصر الصافية معالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين في الخارج بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية ونقل معاليه الى جلالته تحياتي وتقدير اخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وازق تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرقية ورحب حضرة صاحب الجلالة بمعالي وزير الشؤون الخارجية المغربي وابلغه بنقل تحياته الى جلالة العاهل المغربي وتمنياته الخالصة لشعب المغرب الشقيق بالمزيد من التطور والرفعة كما اثناء جلالته على جهود اخيه جلالة الملك محمد السادس في تطوير علاقات المملكتين الوثيقة منوها بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه العلاقات البحرينية المغربية التي تزاد قوة والزهار مشيدا بالنتائج الطيبة لاجتماع اللجنة المشتركة على صعيد تعزيز مسارات التعاون المثمر والعمل المشترك والتنسيق المتبادل بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين من جنب عرب وزير الشؤون الخارجية المغربية عن شكره وامتنانه لجلالة الملك المعظم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وما يليه جلالته من حرص واهتمام لتوثيق أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة مؤكدا أن العلاقات البحرينية المغربية تحظى على الدوام بدعم ورعاية من عاهلي البلدين الشقيقين